أنت خانت صحتك أو صحتك خانتك؟ صحت خانتنا والخيانة كانت تقيلة لأن الصحة هي أهمة شي عند الإنسان وأحلى شيء يلي هي بتخليك تعمل كل شيء بالحياة هي الضربة اللي بتوجع أنه صحتك تخونك وهيدا يلي صحة كيف خانتك صحتك؟ من أنا وصغير يمكن هيدا العالم ما بيعرفوها أنه من أنا وصغير فتت بإذا بدك المجهول على شيء كتير غريب يلي هو مشكلة الكلوة وبدل الكلوة كلوتين كان عندك مشكلة بالكلوة صحيح وما زلت يعني هي مشكلة بالكلوة أدى كان عمرك؟ كان عمري تقريباً خمس سنين لما تبين أنه في مشكلة وما كنا بوقتها نعرف لأن اليوم عمر 30 سنة ما كنا منعرف بعد بوقتها شو يعني مشكلة كلوة ما عنا قريبين عندهم مشاكل ما كنا نفهم بالموضوع حتى الحكمة ما كانوا بيفهموا شو الفكرة أتليسيا اللي رحت لعندهم نعم وشو صار معا؟ اللي صار أنه لما كان عمري خمس سنين اكتشفنا أنه في مشكلة بالكلوة قد ما كنت أشرب ماي كنت كتير أشرب ماي لدرجة أنه أهلي يصاروا يخبوا عليه الماي يحطوهن على رفوف عالية كرميل ما قدر إتنواتهم بس المشكلة أنه عملت لقوة هيدا كانت زيادة بعمر خمس سنوات بعمر خمس سنوات هيدا الشي اللي أثر أنه لقى في شي مش طبيعي في شي مش أنه ولد عطشان عم يشربوا بس في مشكلة أكبر لا حتى فتنا مستشفى وتبين أنه الضغط كتير عالي هو اللي سبب اللقوة واللقوة طلعت من ورا الكلاوة يعني كانت كلها مربوطة إذا خلقت لي تقريبا عندك مشاكل بالكلوة ما كنا نعرف إذا عندي أو لا هي عى خمس سنين بيانة قبل بأشهر بيانة ممكن من أنا وصغير وفجأة بيانت عمر خمس سنين وعشت حياتك هون من الخمس سنين للوحدة وعشرين للوحدة وعشرين طبيعي ما عندك ولا مشكلة جدا كان في شوية أدوية بتاخديهم لحتى ترقل جي جسميك نعم بس كنا عارفين أنه المرحلة يلي بدي وصلها شو هي نعم والمرحلة يلي وصلت لها كانت صعبة شو؟ الغسيل الغسيل كلاوي بعمر الوحدة وعشرين سنة مزبوط بلشت تغسي الكلاوي صحيح شو يعني غسي الكلاوي للي ما بيعرف أنا شخصيا مثلا ما بيعرف شو حياة اللي بغسي الكلاوي لليك أصعب شي ممكن ممكن يمرق على أي إنسان كيف يعني؟ لأنه أنت بتكون وصلت لمرحلة حتى الأكل والشرب محرومة منه يعني الشرب يلي بقلولك الحياة أنت ممنوع تشربه أنا كنت بالريقة مخمد تبريقة 8 شهر لهالدرجة لأنه ممنوع تشربه لأنه بعب جسمك ماي ولأنه أنت بتوصل لمرحلة يعني رح أقولها مثل ما هي لأنه هيدا كاماديكال ما بتقدر تبولي ما بتقدر تفوت على الطويلات كرمل هيك ممنوع تشربه وعندك جلسات غسيلة اللي هي ثلاثة أيام مليموم أنت بقيت 8 شهر ما تشرب مي؟ ما فيها والأكل اللي كنت أكله هو مع كارونة بذات حتى ما فيها أكل لو صلت عملت حتى بعد فترة عملت إذا بدك مثل انتفاضة ما بدي شوف شي اسمه باستا ما بدي لا أكل ولا شوف ولا على الطاولة يكون في باستا صار عندك خوف يعني أو فوبيا أو فوبيا إذا بدك إنه ما بدي شوفها خالت عندك حق دي مية بالمية ما كنتو شرب مي يعني هايدي أبسط الأمور لنحنا لما نشرب مي نحنا ما بنشكر ربنا فأنت انحرمت حتى أنا بعضني لليوم بس أشرب مي واحدة طبعا من الأشياء بتذكر أكيد يعني حتى لليوم إذا بدك أشرب مي بتذكر هايديك المرحلة مشان هيك ما فيك تنسي لأنه أبسط القصص بتذكرك